السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كوروشي جانا. النهار ده هنعمل مع بعض وحدة مفرش جميلة جدا الوحدة ديت ممكن تعملي منها مفارش صفر او سرير او نيش او انتريه. مفارش كتيرة جدا بتتعملت بالوحدة ديت وبتطلع شيء جدا. وطبعا في اخر الفيديو هنشرح ازاي طريقة التشبيك هنمشي خطرة خطرة وان شاء الله يعجبك لو عجبك اعملي لايك ومشاركة مع الاصدقاء. ولو جديدة معنا اشتركوا في القناة وفعال الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. نبدأ بسم الله. اول حاجة هعملها هي عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. اتناشر سلسلة. هاروح اول سلسلة اسحب الخيط وااخد منزلك. كده انقفلت الدايرة. بعد كده واحد سلسلة ومن داخل الدايرة هياخد اول جرزة حشو. بعد كده. تاني جرزة حشو. تالت جرزة حشو. الجرزة رقم اربعة. هكملهم تمنتاشر جرزة حشو. ونرجع تاني. انا كده اشتغلت تمنتاشر جرزة حشو. هاجي في اول جرزة حشو ادخل بالابر كده واسحب الخيط. بطلع بمنزلك. كده انا قفلت الدور الاول. بعد كده. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ستة سلسلة كعمود بتلت لفات. بعد كده. واحد. اتنين. سلسلة كفر. لفة. تانية. التالتة. يبقى انا اخدت تلت لفات على الابر. وبعدين بروح الهرزة رقم اتنين على طول. وبياخد عمود بتلت لفات. لفة على الابر. بخرج من اول لفتين. لفة على الابر. بخرج من تين لفتين. لفة على الابر. بخرج من تالت لفتين. لفة على الابر. بخرج من اخر لفتين. رقم اربعة. كده كده انا اشتغلت عمود بتلت لفات اتنين سلسلة. عمود بتلات لفات. بكرتين واحد اتنين سلسلة. تلات لفات على الابرة. الجرزة اللي عليها تضرب رقم تلاتة. هياخد عمود بتلات لفات. بالشكل اده. واحد اتنين سلسلة. تلات لفات على الابرة. الجرزة رقم اربعة. باخد عمود بتلات لفات. بخرج من اول لفتين. تاني لفتين. تالت لفتين. رابع لفتين. وهكرر تاني. واحد اتنين سلسلة. وعمود بتلات لفات من الورزة رقم خمس. هكرر كده في كل الورزة. هيصبح عندي كام فراغ من دولة. المفروض في الاخر. هيبقى عندي تمنتاشر فراغ. ونرجع تاني. انا كده فربت اخلص الدور التاني. اخر عمود بتلات لفات. اشتغلت اتنين سلسلة. هنا عايزة اقفل الدور. انا كنت هنا شغالة تمن سلاسل. سلسلتين كفرار. هعد واحد اتنين. وفي تالس سلسلة. هقفل العمود بتاعي. بالشكل ده. يبقى كده انا قفلت الدور. بعد كده بارتفع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. ردها هعتبر اول عمود بلفة واحدة في الدور. التالت. لفة على الابره. ومن داخل الفراج هياخد العمود التاني. العمود التالت. العمود ابرابع. الفراج اللي جنبه هياخد منه اربع عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود تالت. العمود ابرابع. كده انا اشتغلت كم عمود. اشتغلت تمانية عمود. اربعة هنا واربعة هنا. طيب بعد كده باشتغل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. ست سلاسل. لفة على الابر. هفوت الفراج اللي على الدور اللي هو رقم تلاتة. هروح الفراج اللي بعده. هشتغل اربع عمود. الاول. التاني. التالت. ابرابع. هروح الفراج اللي بعده. اشتغل اربع عمود. الاول. التاني. التالت. ابرابع. كده انا اشتغلت تمانية عمود. بعد كده. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ست. ست سلاسل. لفة على الابر. لفوت الفراج اللي على الدور اللي بعده باخد اربع عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. الفراج اللي بعده باخد اربع عمود. العمود الاول. التاني. التالت. ابرابع. انا باشتغل. في اتنين فراج والفراج التالت بفوته. زي كده. بالزبط. اشتغلت في اول فراج اربع عمود. تاني فراج اربع عمود. بعد كده. ست سلسلة. وفوت فراج ما اشتغلتش فيه. وبحت اللي بعده اشتغلت اربع عمود. واللي بعده اربع عمود. يبقى انا باشتغل في اتنين فراج وبفوت فراج. اتنين فراج وبفوت فراج. ما بينهم ستة سلسلة. وهنبجع في نهاية الدور. التالت. انا كده اشتغلت في كل فراغين تماني عمود والتالت فوضته ما بينهم ستة سلسلة لحد ما قربت اخلص الدور التالت بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة وهاجي هنا هعد واحد اتنين تلاتة واعمل منزلكة عشان اقفل الدور التالت كده انا قفلت الدور التالت بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفع الابعة العمود التاني على طول هرده كاني كده مع الارتفاع كانهم الاتنين كلاستر او الاتنين متصلين لان السلسلة مع العمود خدناهم الاتنين متصلين بعد كده العمود التالت هرده عمود واحد العمود الرابع هشتغل فوقي عمود واحد العمود الخامس العمود السادس هيتبقى عندي السابع والتامن هاخدهم متصلين لفع الابعة باخد العمود بالشكل ده اسحب الخيط لفع الابعة باخروج من حلقتين بس لفع الابعة العمود التامن بس حب الخيط لفع الابعة باخروج من حلقتين بس كده خط العمودين تناقص او متصلين ببعض. اصبح عندي بدل تمانية ست عمدان. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سلاسل. عندي فراج من ستة هنا. هياخد في الوسط كده حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سلاسل. لفا العمود الاول والتاني هاخدهم متصلين. باخد العمود الاول مش بكملوا. والعمود التاني مش بكملوا عشان باخدهم تناقص. بعد كده العمود التالب بشتجلوا عمود. العمود عبارة بشتجلوا عمود. العمود الخامس. العمود رقم ستة بشتجلوا العمود. العمود السادس وسائل. العمود السابع والتامن باخدهم تناقص او متصلين ببعض. يعني العمود السابع مش بكمله بالشكل ده. والتامن. مش بكملوا بالشكل ده. لفع الابرة باخرج منهم كلهم. كده اصبح عندي ستة عمود بدل تمانية عمود. بين كارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سلاسل. وفي الوسط باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سلاسل. لفع الابرة العمود الاول والتاني. باخدهم تناقص. العمود التالت والخامس والسادس باخدهم فوق كل عمود عمود. الشكل ده فوق كل عمود بشتجل عمود. لحد العمود السادس. العمود السابع والتامن. باخدهم تناقص. بالشكل ده. وببدأ كارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. وفي الفرار باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. وبروح التمن عمدان الاول والتاني باخدهم تناقص. وبعد كده بشتجل اربعة عمدان. وبعدين السابع والتامن باخدهم تناقص. يعني بشتجل الاتنين اللي في الاول تناقص والاتنين اللي في الاخر تناقص والاربعة اللي في الوسط بشتجلهم اربعة عمدان. كده بيزبح عندي بدل التمانية ستة عمود. ما بينهم ستة سلسلة وحشو ستة وسلسلة وبقررتين. بقرر بنفس النمط بنهاية الدور الرابعة ونرجع في الدور الخامس. انا كده فلست الدور الرابعة وقفلت في اول عمود بمنزلكة. بعد كده انا عندي ستة عمود. اول حاجة بعملها واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده اول ارتفاع في الدور الخامس. انا بفعل الابرة. العمود التاني. هارضوه كاني خدت الاتنين متصلين. الاول والتاني. بعد كده العمود التالت بشتجلوه عمود. العمود الرابع بشتجلو عمود واحد. الخامس والسادس بشتجلهم تناقص يعني متصلين ببعض. الاول. التاني. بالشكل ده. اصبح عندي اربعة بدل ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلاسل. عندي الفراج الاول هياخد فيه حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. الفراج التاني هياخد فيه حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لفع الابرة عندي ستة عمود. العمود الاول. هارضو. ومش هكملو. بالشكل ده. والعمود التاني هارضو. ومش هكملو. يعني هاخدهم الاتنين تناقص الاول والتاني. بعد كده التالت واربع. هاخد فوق كل عمود عمود. يعني هشتغل عمودين بدون اي حاجة. اه. بعد كده هيتبقى عندي اربعة والخامس والسادس. هاخدهم تناقص. اربعة بالشكل ده مش هكمله. الخامس بالشكل ده مش هكمله. والسادس بالشكل ده مش هكمله. ختم تناقص. اصبح عندي اربعة بدل ستة عمود. بعد كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراج الاول باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراج التاني باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. لفع الابعة اول عمود وتاني عمود باخدهم تناقص. باخد العمود وما بكملهوش للنهاية. باخد من حلقتين بس. لفع الابعة باخد منهم كله. عد كده التالت بشتغل عمود. اربعة باشتغل عمود. الخامس والسادس باخدهم تناقص. الخامس ما بكملهوش. والسادس ما بكملهوش. ولفع الابعة باخد منهم كلهم. وببدأ اقارتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. واول فراج باخد فيه حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراج التاني باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. وهروح غالستة عمود. الاول والثاني باخدهم تناقص بعد كده بشتغل اثنين عمود. بعد كده بشتغل الاخير واللي قبل الاخير تناقص يعني الاول والتاني تناقص والخامس والسادس تناقص بيصبح عندي اربع عمود بدل ستة عمود. هنمشي بنفس النمط كده ونبقى في الدور السادس. انا كده خلصت الدور الخامس وقفلت بمنزلقة. هنبتدي الدور السادس. انا عندي اربع عمود. اول حاجة هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفع الابر والعمود التاني هارضوا معاه هيبقى الاتنين متصلين بالشكل ده. يبقى انا اشتغلت الاول والتاني متصلين. لفع الابر التالت واربع هاخدهم متصلين. تالت بالشكل ده ومش هكملو. واربع ومش هكملو. ولفع الابر بخرب من الاتنين. اصبح عندي اتنين عمود بدل. اربعة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. اول فراغ باخد فيه حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. تاني فراغ باخد فيه حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. تالت فراغ باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. عندي اربعة عمود. الاول والتاني هاخدهم متصلين مع بعض. بالشكل ده. الاول مش هكملو. والتاني. ومش هكملو. ولفع الابر باخد منهم كله. بعد كده التالت واربع باخدهم متصلين مع بعض. التالت مش هكملو. واربع مش هكملو. باخد منهم كلهم. يصبح عندي اتنين بدل اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. على الفراغ الاول وباخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. الفراغ التاني باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. الفراغ التالت باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لفع الابر العمود الاول والتاني هاخدهم تناقص او متصلين. الاول والتاني. لفع الابر باخد منهم كلهم. بعد كده باخد التالت واربع تناقص. يعني متصلين. فبخلص العمود للنهاية. بعد كده بقررتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. وبروح اول فراغ باخد حشو. ستة سلسلة وبروح تاني فراغ باخد حشو. ستة سلسلة. تالت فراغ حشو. ستة سلسلة. هيقابلني الاربع عمود الاول والتاني بناخدهم تناقص. والتالت واربع بناخدهم تناقص. بيصبح عندي اتنين بدل اربعة. وبنكرر كده لنهاية الدور السادس ونرجع في الدور السابعة. انا كده خلصت الدور السادس وقفلت في اول عمود بمنزلكة. بعد كده انا عندي هنا بقى عندي اصبح عندي اتنين عمود بس. الدور اللي قبليه كان اربعة واللي قبليه كان ستة والاولين خالص كانوا تمانية. الدور ده عندي اتنين بس. اتنين عمود بس. فانا عايزة اخدهم تناقص مع بعض. هعمل ايه في اول عموء? في اول واحدة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. ملفها الابا. والعمود التاني هردوا بالشكل ده. كاني خدتهم الاتنين تناقص. بعد كده. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وفي قفلة العمود بدخل. بالشكل ده. اه. وبسحب الخيط. وبياخد منزلكة. وكده اخدت البيكو. بعد كده اشتجل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. واول فراج عندي باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة تاني. فراج باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. الفراج الثالث بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراغ ابرابة بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. عندي اتنين عمود. لفع الابر العمود الاول هاردو كده ومش هكمله. لاني باخد العمودين تناقص. لفع الابر باخد العمود التاني. بالشكل ده. وبعد كده بخرج منهم كلهم. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وبدخل في عفلة العمود بالعرض كده. وبسحب الخيط وبخرج بمنزلكة وكده عملت البيكر. وبدأ اكبر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراغ الاول اللي بيصادفني باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراغ التاني باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراغ التالت بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. فراغ برابع بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. لفع الاوبة عندي اتنين عمود. العمود الاول. بدخل بالشكل ده. وبرده بخرج من حلقتين بس ومش بكمله. والعمود التاني. بخرج من حلقتين بس ومش بكمله. بعد كده لفع الاوبة بخرج من التلاتة خيوط اللي عندي. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وفي قفلة العمود باتخذ بالشكل ده. وباخد منزلك عشان اقفل ورزة البيكو. وببدأ اقرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. وعلى الفراج الاول هياخد حشو. وهنكرر بنفس النمط ده لنهاية الدور السابع. وهنرجع تاني عشان نشوف الشكل النهائي للوحدة بتاعتنا ايه. انا كده وصلت لنهاية الفيديو ده الشكل النهائي بتاع الوحدة بتاعت المفرش. طبعا من الوحدة دي السداسية الشكل. زي ما انتم شايفين كده. وشكلها شيء جدا. طيب احنا لو حبينا نعمل المفرش ونعمل التشبيك. التشبيك هيبقى هنا من اول غبزة البيكو. وماشيا نبقى ايه ديت الستة سلسلة والستة سلسلة وهنا وهنا وهنا. لحد البيكو التاني. يبقى التشبيك في الصف ده كله. من اول البيكو للبيكو. وفي الستة سلسلة. طب التشبيك ازاي? انا شبحار في فيديوهات قديم قبل كده. ازاي بنشبك الوحدات. ولو انت حابة كمان اعيد لك التشبيك ممكن تقولي لي في الكومنت بتاعك او التعليق بتاعك. اعملك فيديو جديد مخصوص للتشبيك. اتمنى الفيديو يكون عجبك. واتمنى المفرش يكون عجبك. لو عجبك اعملي لايك وامشى بكم على الاصدقاء. ولو جديدة معنا اشترك في القناة وفعال الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.